دعت السفارة الألمانية بالقاهرة لتلقي عروض المشاريع من مختلف الجهات في إطار مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ويتأتي المبادرة التي تقدم منحة للتمويل المشارك تصل قيمته إلى 10 ملايين يورو لتكون من بين آليات التعاون لخلق فرص العمل في إطار مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف بمصر جاءت الدعوة الرابعة من السفارة الألمانية بالقاهرة لتلقي عروض المشاريع من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهدفة للربحة للحصول على منح للتمويل المشترك تصل قيمتها إلى 10 مليون يورو لكل مشروع هذه المبادرة كما ذكرت هي داعمة لكل أفرع الاقتصاد ولا تستهدف فرعا معينة من أفرع الاقتصاد في حد ذاته قد تكون في مجال الطاقة في مجال الصناعة في مجال البنية التحتية في مجال الصناعات الإنتاجية والاستثمارية الهدف منها هو خلق فرص عمل ومزيد من فرص العمل لا سيما في القطاع الخاص المبادرة تأتي كآلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الألماني بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة عمل لائق لانتقال عادل اجتماعيا شروط التقديم لازم طبعا تابع المؤسسة المتقدمة احنا بنخشف مشاريع جديدة بس ما ينفعش نخشف مشروع قائم عايز مثلا دورة راسميل نوع الفاسيتي اسمه project finances فبنخشف مشاريع جديدة حد عايز يبني مصنع أو مؤسسة عايزة تعمل expansion لخطوط الانتاج بتاعتها أو عمليات توسعة لخطوط الانتاج بتاعتها في الحلة دي احنا بنقدر نخش معاهم في عمليات التوسع بشكل منحة لا ترد مقدمة من IFE نيابة عن KFW والوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي طبعا التمويل لازم له هدف اجتماعي انه هو يخلق فرص عمل ويساعد الcommunity انه هو يلاقي jobs فرص عمل في المجتمع فطبعا ميزة البرنامج ده انه هو بيدي منحة لا ترد بس مقابل كده بيشترط شرط مهم جدا انه هو حد أدنى من فرص العمل اللي بيخلقها المشروع وتهدف المبادرة الى تعاون مع الشركات المحلية وخلق فرص العمل لتحقيق قيمة مضافة للمشروعات الاستثمارية فضلا عن تحسين ظروف العمل المحلية وتشارك في هذه المبادرة الى جانب مصر سبع دول افريقية منها كوديفور وتونس المغرب ورواندا والسنغال